والآيات اللي قرأتها على مسامعكم في إنجيل يحن الإصحاح الثامن المسيح وضح عدة أمور أو على الأقل أربع أمور في السياق هذا الحديث أولاً اتكلم المسيح عن الحرية الحقيقية الحرية الحقيقية هي الحرية من الخطيئة شيء ثاني المسيح تكلم عن التلمذة الحقيقية والتلمذة الحقيقية هي الثبات في تعليم يسوع المسيح وشيء ثالث المسيح تكلم عن المعرفة الحقيقية وتعرفون الحق وهنا يتكلم عن معرفة الحق التي تحرر من الجهل والشيء الرابع وكثير كثير مهم مرتبط في الحرية البنوة الحقيقية مقارنة بين الإبن وبين العبد هو الإبن وليس العبد هذه الأمور ارتبطت في الحرية اللي بيتكلم عنها يسوع المسيح ولاحظ تفسير يسوع قالوا لم نستعبد قط مع أنه سياسيا استعبدوا لعدة شعوب من الأشوريين للبابليين للفرس لليونان للرومان إلى آخره فإذن يعني أكيد بيتكلموا عن نوع تاني من الحرية ولكن المسيح أجى من الآخر وقال من يفعل الخطية فهو عبد للخطية موسيقى